الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سبق لي في حصة ماضية درت نداء للشاب تعغردايا لي قال يحوز يتزوج بنت متيزة وزو درت له نداء النيداء تعي واش جاب جاب لي عجوزة في عمرها سبعين سنة راي بعتتها رسالة قالت اني حبا نتزوج المهم مشي لازم الشاب تعغردايا الشاب تعغردايا صغير يعني ولكن تقول اكتب لك هذه رسالة راجية منك سيد المحترم مساعدتي في ايجاد رجل صالح يناسبني سنا لا يا فوق ستة وسبعين سنة فانا امرأ عمري سبعين عام ابدو اصغر سبعين سنة بصعي تبعين صغير قالت لك مش يد اسمع سبعين سنة تقول خلاص طاب جنانها واحدودة بظهرها وشاب شعرها لا سبعين عام بصعي ابدو اصغر من عمري لا استطيع ان اسكن وحدي هذا ما جعلني افكر في الزواج على سنة الله ورسوله بارك الله فيك يا خاف الله ما ايش قادر اسكن وحدها سبعين سنة ما عندها دعوية ما عندها احتها واحد وعندها مسكن قالت لك تحوس على انسان يا خاف الله ومتفاهما حانون احنا قدر نعرفه يخاف ربي ما يشربش ما يسرقش ما يكذبش يصلي صلاةه بص حانون هذا ما كيف نعرف حانون خلي حانون هذا كي تزوج بك حطع في حانون ولا مشي حانون يرضى ان يشاركني حياتي ويكون لي عونا وسندا فانا تعبت لوحدي رجائي ان يخرجني مما انا فيه كي اعيش معه في ظل الالفة والمحبة والوئام المدني والوئام اش الوداني والفون الوئام مدني احتروا لنا كل من سمعوا وئام نقولوا المدني والوئام ينفق علي مما يرضى يرضي الله لدي سكن خاص بي وانا اخت شهيد اذا هذا المرة عيت تكون في الجزائر عيت تكون في الجزائر في العاصمة وعطت سنها عطت سنها والتلفون تحى والعنوان تحى هايا كالشيخ ايما تتلم رتعوا ولا كالشبانهم يحاوسوا يزوجوا باباهم اي سبعين سنة في عمرها قلت لك واني لبس بيا تحاوس الشيخ سكينا ماش حابة تقعدوا وحدها عندها دار الشيخ صباح طيب لو قهوة حليب يقعدوا يتشايخوا ايما يسبحوا كيف كيف يقعدوا يجيبوا عمرها الشيخ تغسله حواجه سقملوا عمامته مالا اذا اي شيخ حابه يتزوج هايا راح راحنا نزوجوا لجنج اونا لعجايز دوك نزوجوهم هايان بارك عليك اروع نشوفو لك هذه المرة زوج بيا وتبني دارك ان شاء الله هذا سائلة تقول ما حكم فتاة تكلمت في الهاتف مع رجل وكلمها حتى فسد وضوءها وكانت مكرهة الله اكبر مكرهة واش لكرهك تهضري في تليفون واشنو مكرهة على شدوا لك الموس وقالوا لك اهضري معه في تليفون وكانت مكرهة لما تكلمت معه فما حكم ذلك اذا فعلت ذلك في نهار رمضان فعليك الاثم وسخط الجبار والقضاء والكفارة كانت مكرهة شكول يكرهك وين مكرهة يقبضوا تليفون ويعبزوا اولو فلان يا دابك اطح فيه راجل الموين بوك يكون صوت راجل وتبدأ انا كده وكده وكده وين راكي مكرهة ومباديوا حول الانترنت يدخلوا الشات مايش افرقات طرف الاخر شكول تبدأ تهدر وتتكلم وتبعث وكده وكيلي بعتوا تصورهم وليعوذوا بالله ومبادي تقولوا كنت مكرهة ما راكي مكرهة ما ولو شعلم البنات هرانا نسمعوا يعني تقول لك فلان اغتصبني كيفا انا كنت رحل التانوية ومبادي جاليها قالين وصلك هذا ما كان انا ديت في اهتيقه خشت وليد حوما اطلعت معاه الساعة اخدعني شكيفا انتي لي اخدعتي روحك بركاكم الكدب انتي لي اخدعتي روحك شكول قالك طلعي معاه شكول قالك ديري في اهتيقه شكول قالك بالليادة وليد حوما وليد حوما وش يكون صاحبي ولا معصوم ولا من المبشرين بالجنة ولا ابو هريرة وليش كون هذي بركاكم اتكدبوا على روحكم انتي لي اخدعتي روحك اخدعك هذي زعمة وكنت مكرهة تخدعي في باباك ما كيلا مكرهة لأولو يا ناس لي عندهم بنات ما تديرولهمش بورطابل ما تشغيلهاش بورطابل ما تشغيلهاش مكاس قول لها كي تزوجي رجلك يدلك بورطاب اما طفلة صغيرة 12 سنة بورطاب 13 سنة بورطاب 14-15-16-17 طفلة صغيرة بورطاب وتعشي هي اما دم عندها وسيلة تبدأ اذا هي طيبة وعفيفة وشريفة الناس ما حين يخلوها ترانكير ام يبدأوا يجوها رسائل والصور حتى يدخلوها في وادي المعصية عسكري يسأل هذا عسكري يسأل يا ذا مجاهد في سبيل الله شفاهوا بالك ويغلطوكم عسكري لازم تنوي بلارك مجاهد في سبيل الله جيبني بللي تحميل جزائر وبنات الجزائر ورجاء تعد زاير والتراب تعد زاير والسماء تعد زاير والماء تعد زاير جيبني والله راك مجاهد في سبيل الله وما تظلمش جيبني وما تظلمش انت راك مجاهد لتنطبق عليك الآيات والأحاديث انتم اللي يسموكم المرابطين مرابط او قاعد في كازيرنا او يتدرب او دارنيتو لو كان جزائد صارها حاجة يقولها لبيك خلاص لو كان الاسلام يتقص لبيك راك مجاهد في سبيل الله جاوا سموهم طاغوت يا عباد الله ليه مجاهد ولا طاغوت وليس هرقوا ازنا وحرقوا الناس وزناوا بنات المسلمين سموهم مجاهد المجاهد طاغوت وطاغوت مجاهد حسبونا الله ونعم الوكيل هذا عسكر يقول تاركت الصومة في شبابي كي كان صغير ما صامش شفت كيفها يا الله اكبر هذا الان قلك واني شيخ كبير وراني تايب وحجيت بيت ربي بصع كي كان عسكر يصغير ودار الظبلة شوفو ديك الظبلة سمعوها قال لك كنت صغير وجاشها رمضان المبارك وانا رايني حنصهم ومبعدها قالوا لو حنفكتيكم يفكتيهم المكان في الحدود وهذاك المكان صعيب وفيه خطر قال لك هدرت مع ربي قال لك قلت له يا ربي لو كانت خليهم يفكتيوني لهذاك المكان الخاطير والله ما نصم رمضان يا عوذ بالله قال له يا ربي تخليني هنا هاني نصم لك رمضان تخليهم يفكتيوني والله ما نصم قال لك ما لا زادوا يا مدفيك تواه لهذاك المكان الخاطير ما لك لرمضان وانتاكي كنت رمضان واش اكتسنا الشمسة حطيح انجو ما حين يطيحوا الاقمر راح يطفى البحار راح ينشف والو طفرتها فيه وحكبرك هاو الان قال لك اني تايب ومستغفر قول لي واش ندير اولا هذا الكلام هو ردة يعني يراه كفر لانه تحديت ربي ويا ربي تخليني في الكازيرنا هنا نصوم تخليهم يفكتيوني ناكل لك رمضان واش كنت رمضان هذا عصي تربي عليك التوبة والاستغفار والنادم على ما فعل ثم القضاء والكفارة كل نهار كنتو تصوم نهار وتوكل ستين مسكين وهم بعد تزيد كما رك دايب الان تقضي حياتك تايب مستغفر نادم صيام اثنين وخميس صوم دايما اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس اثنين وخميس حتى تلقى ربي تايبين شاء الله دايما نقول يا علي من بالالطاف نجينا مما نخاف فتاة سمحوا لي اني مريض جاءت موت للجزائر دانا معه فتاة خطبها شيعي فما حكم ذلك هذه الفتاة الوهرانية اللي راه تسأل هذه الفتاة من وهران جاءها شيعي قال لها بالي احنا يا نحبوا اهل البيت ما كاس منها راه يكذب عليك وراه يخدعها فيك لان الشيع عندهم مبدأ التقية واشنه هو التقية هو جواز الكذيب يجوزلوا يكذب باش يحقق المصرحة التاعوا الشيعاء يكفرون الصحابة وعلى رأسهم ابي بكر وعمر ويلعنون عائشة احنا ما نتلاقاوش مع الناس يسبوا الصحابة احنا جزائر اهل السنة نحبوا الصحابة كل واحد قاعد قدام النبي صلى الله عليه وسلم واخدع له وهو مؤمن به ودافع الاسلام نحبوه احنا نحب جميع الصحابة وما نخوضوش فيما بينهم قال عليه الصلاة والسلام اصحابي اصحابي اياكم ان تتخذوهم غرضا بعدي فبحبي احبوهم يعني قالنا كي تحبوني احبوهم واحنا نحبو النبي عليه الصلاة والسلام اما لا تتزوجيه بل كي يخدعك بحبي اهل البيت اهل البيت كانوا يحبوا الصحابة والصحابة يحبوا بعضهم بعض واحنا نحبو اهل البيت ونحبو الصحابة اما لا تتزوجيه وروحي البابة تقولي له ما ديش مع علقة بتخبيه حتى تقولي تحبيه ومبعدها كيف تطيحك في الحب تقولي ما شي قد تخلي عليه وكي تقولي ما شي قد تخلي عليه تزوجي به ولا تهرب معاه ولو يكون يهودي أو نصاري لا لا روح الباباك قول له نعم والحمد لله رب العالمين موسيقى